بين الأسطورة والحقيقة يتألق برج الفتاة كزكوليسي على ساحل الشق الآسيوي من مدينة اسطنبول التركية ارتبطت به الكثير من القصص الغريبة والتي أبقته لغزاً غامضاً في عرض الماء ومكاناً مميزاً يجذب آلاف السياح وحفلات الأعراس التركية ويتميز بشرفة تحيط به وهي ذات إطلالة فريدة تزداد سحراً بوجود طيور نورس التي يصدح صوتها بالمكان وتحلق فوقه وبالقرب منه بأعداد كبيرة يتألف البرج من ست طوابق يبلغ ارتفاعها 23 متراً يربط بينها درج لولبي يمكن من خلاله التنقل بسهولة للاستمتاع بالمطاعم والمقاهي وأشهر الحكايات حول بنائه هي أنه كان هناك السلطان يحب ابنته كثيراً راوده حلم فحواه أنه في عيد ميلادها الثامن عشر سوف تلدغها أفعى وتودي بحياتها وما أن استيقظ قام بإبعاد ابنته عن اليابسة لحمايتها حيث ردم جزءاً من مضيق البوسفور وشيد لها برجاً وسط المضيق لحمايتها من أي أفعى وتلقت ابنة السلطان هدية عبارة عن سلة مليئة بالفاكهة كان يختبئ فيها ثعبان تسلل إليها فلدغ الفتاة وقتلها ولشدة حزن والدها عليها تمت تسمية المكان ببرج الفتاة كي يتذكر زوار البرج العبرة من هذه القصة بأنه لا مفر من قضاء الله وقدره ترجمة نانسي قنقر